لا في الحقيقة هو إقرار الموازنة قد يكون حل لتجاوز أزمة الدولار نحن من خلال الموازنة ممكن أن نحط بعض الاستحقات للمقاولين داخل البلد بعض الشراء من قبل الشركات داخل البلد أدوية غير نحطها بالدولار مو بالدينار ما العلم سابقا كان هذا يعني قليل جدا يعني نادرا أن الدولة تدفع داخل البلد بالدولار لكن ممكن أن نلجأ لهذا النسلوب يعني مقاول بدون ما نطيب الدينار نطيب الدولار لأنه طريق رسمي وما سيكون هناك مشكلة لا هو تهريب ولا غيره لأجل زيادة عرض الدولار بالسوق العراقية لأجل تجاوز الأزمة هذا ممكن يكون حلف خلال الموازنة التي قد تقار فيها 23 لكن هو سبب أزمة الدولار سنكون واضحين والفيدرالي بانك كان يقبل أن نبيع بليون 225 مليون دولار فجاء قام يقبل أن نبيع 90 مع رغم أننا نحن تقريبا 180 مليون دولار إلى التجارة الآن التجارة قد تكون بعضها ممنوعة بالنسبة للمتحدة الأمريكية من إيران من سوريا من مشكلة لكنها تجارة موجودة أكو من 180 إلى 225 مليون دولار 40 مليون دولار هي حقيقة تهريب صحيح لكن ليس كلها تهريب يعني نحن نطيب 150 مليون دولار هذه التجارة للعراق لا يكون شيء نستوردها ترى يا جماعة فسبب أزمة الدولار وليس تأخر الموازنة أنه هو إجراءات الفيدرالي بنك والأوفاك مكتب الأوفاك قلل علينا الدولار قلل عملية البيع طلع أربعة مصارف المتعاملين إلى اليوم ما قدروا يرجعون تأخذها 1200 متعامل خاف المصارف تأخذ طلبات وبعضهم تجار كبار ونفرض عينها منصة فلتر منصة فلتر ما حوالة تقبلها تحتاج أن الشخص باسمه يسوي عملية يطلب فاتورة يفتح مليف يجيب الضريبة باسمه كل شيء باسم التاجر ونحن تاجرنا صغير يستورد 50 ألف دولار ما عنده يشتقافة يخاف من الضريبة يخاف من عدة أمور فمنصة فلتر ما تشتغلوا لتجار الصغار فقمنا نبيع 900 مليون دولار واحنا حاجتنا 180 مليون دولار فهذا يسبب الأزمة الحقيقية